أدل الإيرانيون بأصواتهم في انتخابات نيابية جديدة تشكل تحدياً جديداً للمؤسسة الدينية في وقت تتصاعد الانقسامات الداخلية والمواجهة مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي وفتح 47 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد أمام نحو 48 مليون ناخب لاختيار 290 نائباً في مجلس الشورى الذي من المتوقع أن يسيطر عليه المحافظون الحاكمون حيث يتنافس قرابة 3400 مرشح في الانتخابات ما يميز هذه الانتخابات هو مقاطعة أبرز رموز الحركة الخضراء لها احتجاجاً على القمع الذي تعرضت له منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمد نجاد حيث يرزح معظم قادتها تحت إقامة جبرية منذ أكثر من عام المشاركة في الانتخابات تمثل أحد أهم هواجس النظام حيث حفت السلطات الناخبين على التصويت بكثافة محذرة من أن الإقبال الضعيف قد يشجع القوى الأجنبية على شن ضربات عسكرية على إيران التنافس ينحصر بين أقطاب التيار الأصلي المحافظ من أنصار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وتيار الرئيس أحمد نجاد وجرت الانتخابات وسط اضطرابات أمنية بين أنصار المرشحين في طهران وعدد من المدن ووسط وجود أمني مكثف لأفراد الحرس الثوري والبسيج ووزارة الاستخبارات في مركز الاقتراع حيث تحدثت أنباء عن صدامات في ساحة ولي عصر بطهران قبل الانتخابات وأيضا ما ذكر عن صدام بين متظاهرين والشرطة في مدينة ساري شمال إيران عقب أحرق المتظاهرين منشورات دعائية لعدد من المرشحين وهو ما حصل أيضا في أنديمشك جنوب غربي إيران إمام جمعة مدينة قم إبراهيم أميني وعقب الإدلاء بصوته قال إن مقاطعة الانتخاب لا تحل مشاكل إيران كما سجل إحرق صور لمرشحين وأيضا لمؤسس الجمهورية الإيرانية مندريباتي العربية